بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم في تقرير صدر من وكالة رويترز هذا التقرير الصحفي بيوريك مدى أهمية دولة السودان بالنسبة للعالم والسودان دي ممكن تعمل أزمة لأكبر شركات العالمية على الإطلاق شركات الغذاء ممكن تعمل أزمة في قطاع المشروبات تعمل مشكلة كبيرة غاية وممكن تؤدي إلى أحد أسباب زيادة الأسعار في العالم وتؤدي إلى زيادة التدخل طب واحدة هيقول لي إيه بقى الأهمية الكبرى دي هقول لك منتج واحد وتخيل أنت منتج واحد وهو السمغ العربي السمغ العربي ده رويترز اتكلمت أن إنتاج السودان يمثل إيه 70% من إنتاج العالم من السمغ العربي طب حلو قوي ماشي إحنا مالنا بقى وما للسمغ العربي التالي بيقول لك أن السمغ العربي ده هو أحد مكونات صنعتك شركة كوكاكولا وبيبسي كوكاكولا وبيبسي ده بيستخدموا السمغ العربي واتضح أن السمغ العربي ده من المكونات الرئيسية للبيبسي وكوكاكولا اللي هي المشروبات الغازية ليه؟ لأنه بيقولك المكونات بتاعتها دي محتاجة للسامغ العربي عشان ما حصلش فيه انفصال فدي من أهميتها لا يوجد لها بديل اللي هو السامغ العربي الحاجة التانية يعني بتستخدم فيه فيه مركبات الغذائية على مستوى العالم وشركة كيري وشركات عديدة للغاية اتكلموا عليها في هذا التقرير ده بالنسبة للصناعات الغذائية وبتستخدم برضو فيه مستحضرات التجميل وفيه بعض الحاجات الطبية بتستخدم فيها ده كل ده من السامغ العربي 70% بيجوا منين؟ بيجوا من السودان المهمة لنستخلصوا من هذا التقرير حاجة مهمة للغاية ان السودان في المرحلة القادمة هتبقى ملعب رئيسي للأطماع ملعب رئيسي ليه؟ لأن انت دلوقتي بقى يتضح لك أمور كثيرة للغاية منها ملاجم الزهب مرة المرة التانية دخلنا فيه السامغ العربي ولسه الأمور ستنكشف أكثر في الأيام القادمة على سروات السودان وبيتالي لما تجد أن هناك أخبار بتيجي أن الصين بتحاول أن هي تخش في هذا المحترق في السودان أن هي تحاول تعمل عملية تهدئة لمجرد التدخل فيه أنفوز داخل السودان وأمريكا لما سبعت الموضوع ده بدأت تتحرك أن هي تحاول تخش داخل السودان ده كل ده بيحدث بسبب أنا بقولك سروات السودان زي ما حصل في سوريا اتقسمت والحقول للبترول اتخذت أمريكا خدتها وطبعا بقى الشمال والجنوب والكلام ده كله إحنا عارفينه لكن موضوع السودان يبدو أن هناك تحركات في الفترة القادمة على من الذي سيستولي على كعكة سروات السودان ولكن المختلف في الوضع الحالي مختلف بقى عن باقي الدول العربية سواء ليبيا أو سوريا أو الدول الأخرى المختلف المرة دي أن دولة زي السعودية والإمارات لهم اليد القوية واليد الأقوى في التدخل للحفاظ على الأمد هذه الدولة لأن لن تسمح بقولك أولا لن تسمح دولة كمملكة عربية السعودية أن هي تشوف قواعد عسكرية على البحر الأحمر موجودة أجنبية تسيطر على البحر الأحمر لن تسمح بها المملكة عربية السعودية والسعودية لديها القدرة أن هي توقف أي محاولات من هذا النوع خبالك الموضوع مهم جدا الإمارات عندها علاقات عديدة مع جميع أطراف السودانية داخل السودان عشان كده أقولك إيه لا ده هما مع حمدتي ده هما مش عارف إيه هي كل القصة أن الإمارات كانت بتعمل منذ سنوات على توطيد علاقتها مع كافة الأطراف السودانية لتحقيق السلام في السودان فلما حصل أزمة سهل جدا أن هي تقدر توفق بين جميع الأطراف السودانية قادرة أن هي تعمل كذلك والحاجة الأهم أن لو فيه لعبين دوليين اللي هما بقى الناس المؤسرين على مستوى العالم أن هما يستحوزوا على السمغ العربي أو أن هما غيروا الاتجاهات داخل السودان لتقسيم السودان وأن هما يوهموهم أن هما يدفعوا لهم فلوس أكتر عشان يحصلوا على بضاعي السمغ العربي هقولك أن السعودية والإمارات قادرين أن هما يفرضوا الوضع داخل السودان وأن هما يمنعوا أي محاولة لتقسيم السودان حتى في موضوع السمغ العربي لأن إنتاج السودان بتاع السمغ العربي هتلاقي بيقارد مثلا مليار دولار سهل جدا أن الإمارات والسعودية ياخدوا الأحاجات دهت بسعر أكبر ويقدروا أن هما يعملوا أعادة تصدير ومش غريب يعني السعودية والإمارات عندهم إمكانيات لأعادة التصدير وهم شغالين في الوضع ده وعندهم متميزين في الوضع ده عالميا فموضع السودان مختلف ولا أعتقد بكرر لا أعتقد أن موضوع تقسيم السودان ستسمح به دولة زي مصر السعودية والإمارات هي محورة استراتيجي وما كان مهم عرباح الأحمر ولا أعتقد أن الدول العربية هتسمح بأي خطر يهدد التجارة الخارجية للدول العربية والتحالف العربي ما أعتقدش الموضوع ده يحصل وإن شاء الله ربنا يسطرها على السودان ويحفظ السلام في الوضع العربي يارب أكون أفتكوا يارب دايما أشوفكم بخير شكرا يا جميع